فكل شيء نفعله أيها الإخوة وكل شيء يمر بنا مقدر ومكتوب فهذا المجلس مقدر ومكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام اخبرناكم بهذا لماذا؟ لأنك ممكن تخرج تتاجر وتصب خسارة في مالك وأنت ترجي الربح فلا تقلق إذا علمت أن هذا الأمر قدره الله سبحانه وتعالى وهكذا وربنا يقول لأهل الإيمان قولا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا في ماذا يا رب؟ قال وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فالكافر إذا خرج أقو غازيا أو مسافرا فمات يندمه الشيطان تنديما شديدا فيقول لو كان عندنا ما مات وما قتل ليتني منعته ليتني فعلت فيجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم أما أنتم يا أهل الإيمان شرع لكم أن تقولوا قدر الله ما شاء فعل إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجلنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها فلنا هدي في هذا الباب فكل الأمور التي تحدث أيها الإخوة وتجد في هذا الكون مكتوبة ومقدرة تقديرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رؤية أزعجته رأى كما قال رأيت كأن مديكا أحمر جاءني فنقرني ثلاثة نقرات شغلت هذه الرؤية أمير المؤمنين عمر شلس فكر فيها كثيرا وبعد مدة نسيها فلما جاء أبو لؤلاء المجوسي وطعنه ثلاث طعناته ويصلي قال وكان أمر الله قدرا مقدورا لا يستطيع الشخص أن يفر من الذي قدر له بحال من الأحوال فالمقدر لا بد وأن ينفذ فينا الرزق مقدر وهذا لا ينخرم لا ينخرم أبدا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون دخل عمر رضي الله عنه يصلي صلاة العشاء قال فعبد الله بن السائب رضي الله عنه فتلى عبد الله بن السائب آيات من سورة الزاريات حتى بلغ هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد وفي صلاة قال أشهد أشهد فالرزق مقدر وأنت في بطن أمك يأتي الملك الموكل بالرحم يستأذن يستأذن ربا يا رب بعد نفخ الروح كم أكتب له من الرزق يا رب وأنت في بطن أمك حتى تطمئن ويهدأ بالك وأنت في بطن أمك الملك يأمر الملك يأمر أكتب من الرزق كذا وكذا أكتب العمر كذا وكذا أكتب شقي أم سعيد أكتب العمل كل ذلك ونحن في بطن أماتنا قبل أن نخرج إلى الحياة الغلاء الأسعار وانخفاضوها مقدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غل السعر على عهده فقالوا قد سعر لنا يا رسول الله أعمل تسعير جبرية فطال إني أخشى أن يأتي أني الناس يوم القيامة يطالبونني بحقوقهم ولكن إن الله القابض الباصد المسعر ولكني أدعو الله سبحانه وتعالى يدعو الله أن يخفض الأسعار ترجمة نانسي قنقر